سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين أما بعد كما ترون أيها الإخوة الكتاب بيسير بطريقة منتظمة فبعدما انتهينا من أصيل التفسير بدأنا في دخيل التفسير وكما قسمنا الأصيل إلى ما كان أصيلاً ويرجع إلى المأثور أو إلى الأثر وما كان أصيلاً يرجع إلى الرأي فكذلك الأمر في الدخيل منهما يرجع إلى الأثر وتحدثنا فيه عن الحديث الموضوع وعن الإسرائيليات وتحدثنا فيه عن الحديث الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه وتحدثنا عن الإسرائيليات وانتهينا منها والحمد لله تعالى الآن بنبدأ في الجهة الأخرى الرأي متى يكون دخيلاً كما عرفنا متى يكون أصيلاً وأذكركم بما قلناه قبل ذلك في أصيل الرأي قلنا إنه أصيل الرأي من جهة التفسير هو الرأي المبني على ما ثبت في الكتاب والسنة والذي توفر في صاحبه شروط لاجتهاد والتفسير والذي يسير وفق قواعد أهل العلم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة فيراعي صاحبه قانون اللغة ويراعي صاحبه قانون الشرع فإن صدر الرأي عن من تأهل للتفسير وتوفرت فيه الشروط وإن راعي صاحبه قانون اللغة وإن راعي قانون الشرع فهذا هو الرأي الأصيل وأشرنا هناك إلى أن قانون اللغة من أولى مهماته أو من أولى ما يرد على الذهن عندما نقول قانون اللغة أن تحمل الألفاظ على ظواهرها إلا إذا استحالت عقلا أو إلا إذا وجدت الدليل أو وجدت القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي أو الأصلي عندئذ فيلجأ أهل التفسير إلى التأويل أو إلى حمل اللفظ على المجاز أو نحو ذلك كما قلنا قبل ذلك فإذا نحن نتوقع الآن وقد أشرنا إلى هذا من قبل إنه يكون التفسير بالرأي دخيلا إن صدر عن غير متأهل إن صدر عن غير متأهل وإن أصاب وإن أصاب يعني شخص لم تتوفر فيه شروط المفسر وأعطى للناس خواطره وأراءه في التفسير حتى وإن كان أستاذا في الجامعة أو مثقفا أو صحفيا أو كاتبا أو نحن ذلك من الأمور العجيبة التي نراها في هذا الزمان فهذا الشخص هذا الشخص تفسيره دخيل وإن أصاب وإن أصاب لأنه ليس من حقه أن يتحدث أو أن يتصدى لتفسير كلام الله تعالى وأذكركم بالأثر من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى وإن أصاب فقد أخطأ لأن هذا واجبه أن يسأل أهل العلم لا أن يجتهد بنفسه فالتفسير يكون دخيلا إن صدر عن غير متأهل وإن لم يراعي صاحبه إن لم يراعي صاحبه ظواهر الألفاظ وحقائقها فأولها بلا دليل أو بدليل فاسد أو بدليل فاسد يعني لم يراعي قانون الشرع ولا قانون اللغة طيب الآن الآن هذا هو المعيار الذي تحدثنا فيه قبل ذلك لما درسنا آراء العلماء في هذه المسألة مسألة متى يكون الرأي دخيلا وتحقيق المسألة هو ما قلته لحضراتكم أن يكون صاحبه أو صاحب التفسير متأهلا مراعيا لقانون اللغة مراعيا لقانون الشرع طيب هذه معيار أهل العلم المحققين في هذه المسألة لما بحثنا هذه المسألة وجدنا رأيا لابن تيمية يتعلق بهذه المسألة يتعلق بهذه المسألة هذا هو الرأي الذي قاله ابن تيمية أو هذا الرأي الذي قاله ابن تيمية مصيب في بعضه مخطئ في بعضه نؤول كلامه في بعضه نخطئه في بعضه ابن تيمية جاء بقاعدة من عنده لم يقل بها غيره إلا إذا أولنا كلامه وحملناها على محامل حسنة هذه القاعدة هي إن مخالفة السلف في التفسير تجعل التفسير دخيلا هكذا فمن يخالف السلف في التفسير تفسيره دخيل طيب هذا الكلام بهذه الطريقة غير دقيق غير مفهوم غير مقبول لأن المسألة فيها تفاصيل ما المراد بالسلف وهل كل تفسير يخالف السلف دخيل أو ليس بدخيل وهل المراد إجماعهم أو محل اختلافهم وهل هم الصحابة أو التابعون أو تابع التابعين وهل المراد ما له حكم المرفوع أو ما ليس له حكم المرفوع يعني كلام إذا أخذناه هكذا كلام معلول كلام معلول وسنقف مع حضرتكم الآن على حقيقة هذه هذه المسألة فإذن المعيار الذي وضعناه قبل ذلك لدخيل التفسير هو ألا يتوفر في المفسر شروط المفسر هذا تفسيره دخيل ألا يراعي قانون اللغة هذا تفسيره دخيل ألا يراعي قانون الشرع هذا تفسيره دخيل طيب الآن سنناقش مسألة أخرى وهي مسألة هل مخالفة السلف في التفسير تجعل التفسير دخيلا هذا ما سنناقشه الآن تفضل يا مولان بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث دخيل التفسير من جهة الرأي يتوقع منك عزيزي الدارس تحقيق الأهداف التالية أن تحدد حاصل ما يرجع إليه الرأي المذموم أن تعدد خصائص السلف التي جعلت لتفسيرهم ميزة على غيرهم أن تشرح كيف أن مخالفة السلف في التفسير لا تجعل تفسير المخالف دخيلا بإطلاق أن تستدل لأهمية علم اللغة في فهم القرآن نتحدث في مسألتين رقيسيتين الأولى بيان حاصل ما يرجع إليه الرأي المذموم الثانية بيان السبب في حصول الرأي المذموم أو القانون الكلي لحصول ذلك إذن نتحدث الآن عن مسألتي القاعدة التي يرجع إليها كل مفردات الدخيل والأمر الثاني هو السبب في حصول هذا الدخيل ثم نناقش بعد ذلك ابن تيمية في قوله في ضوء هذا فالمسألة الأولى تعطي القائدة العامة التي يرجع إليها كل مفردات الدخيل الحاصل من جهة الرأي والمسألة الثانية تعطي السبب في وقوع الدخل في الرأي كما يتصوره ابن تيمية تعطي السبب في وقوع الدخل في وقوع الدخل المسألة الأولى القاعدة التي يرجع إليها الدخيل الرأي في التفسير نستطيع التعبير عن هذه القاعدة كالآتي إن الدخل حادث من جهة الرأي يقع فيه الخطأ من جهتين الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير النظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان وهؤلاء ثاني طيب إذن الآن القاعدة التي عندنا والتي أشرنا إليها هي وجوب مراعاة الألفاظ والمعاني وجوب مراعاة الألفاظ في مراعاة قانون اللغة مثل قلنا قانون اللغة وقانون الشرع طيب فأنا الإذن لابد أن أراعي اللفظ وأن أراعي المعنى وأن أراعي ماذا؟ المعنى بعض المفسرين يغلب عليهم مراعاة اللفظ على حساب المعنى وبعض المفسرين يغلب عليهم مراعاة المعنى على حساب اللفظ ومن هنا يأتي الخطأ أن المفروض أني أبقى عندي ميزان دقيق في مراعاة الألفاظ مع مراعاة المعاني لا يطغى شيء على شيء طيب فإذا اعتقدت معنى ثم أردت حمل ألفاظ القرآن عليه يعني مثلا تصورت أن الذات الإلهية جسم أو إنسان يجلس في السماء إنسان كبير ضخم مثلا يجلس في السماء وتصورت أن هذا هو الله اعتقدت أنا هذا المعنى لأن مثلا كان الشخص الذي يعتقد هذا المعنى كان وثنيا أو كان يعتقد وتصور في ديانته قبل أن يدخل الإسلام أن الإله ينبغي أن يكون هكذا فلما قرأ القرآن وجد في القرآن بعض الآيات التي بسوء فهمه تساعده على ذلك فوجد في القرآن وصف الله بأن له يد وأن له عين وأن يستوي إلى آخر هذه الألفاظ المهمة فهو اعتقد معنا ثم بحث في القرآن عما يؤيد هذا المعنى ما سيقوله دخيل لماذا لأنه عند غرض لا يريد أن يرى الأشياء كما هي عليه هو يريد أن يرى الأشياء كما هي في نفسه شخص مثلا آخر اعتقد أن الإسلام الله سبحانه وتعالى لا يأمر أو لم يأمر المرأة بالحجاب واعتقد هذا المعنى ويقول الإسلام بعدم الحجاب سيكون أجمل وأيسر وحتى يعني يقبلنا الغرب وحتى نكون يعني مسلمين جيدين في هذا العالم الجديد فبحث في القرآن عن الآيات التي تحدث عن الحجاب وتحدث عن الحجاب من حيث اللغة وكلمات العرب والحجاب أعد يؤول من عنده وأن لك الآيات لا تدل على وجود الحجاب في القرآن بناء على احتمالات وبناء على تصورات من عند نفسه فهذا اعتقد ثم استدل لاعتقادي الوضع الصحيح هو أن تستدل ثم تعتقد يعني ماذا يقول القرآن إذن ما قاله القرآن هو الصحيح الذي يجب أن يوزن اعتقادي ورأي وفكري على ميزانه فإذا كان أنا عندي معنى خطأ أو اعتقاد خطأ أمحوه لصالح المعنى القرآني وليس العكس يعني القرآن هو الذي يوجهني ولست أنا الذي أوجه القرآن قوم اعتقدوا معان ثم أرادوا حمل الفضل القرآن عليها معناها أناس أرادوا توجيه القرآن لا أن يتوجهوا بالقرآن شخص عنده غرض شخص يريد أن يشرع هواه ومصلحته فما سيقول هذا الشخص في تفسير الآيات سيكون فيه خلل لا شك إذن قوم اعتقدوا معان ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها طيب فهؤلاء راعوا المعنى ولاحظ معي هنا إن المعنى قد يكون صحيحا ما رأيك يعني ليس شرطا أن يكون هؤلاء الذين يعتقدون معان ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها ليس شرطا أن تكون معانيهم باطلة لا قد تكون هذه المعاني في نفسها معاني جميلة راقية يعني يقول لك مثلا الإسلام يدعو إلى المساواة طيب جميل معنى جميل المساواة معنى جميل بناء على المساواة يا عمي هتعمل إيه ماذا ستفعل ولك إذن لابد أن نلغي آيات الميراث التي تجعل الناس غير متساوين في الأنصبة أو القرآن فيهم مساواة فنفعل كذا وكذا ويهدم ما ثبت في آيات أخرى أو يهدم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإذن اعتقاد المعاني مش شرط تبقى معاني شريرة ليس شرطا أن تكون هذه المعاني شريرة لا بل قد تكون معاني حسنة لذلك إحنا دائما دائما نقول دائما نقول لابد من ضبط العقل على أن يحسن وأن يقبح بناء على الشرع وليس بناء على الهوى ما هو أصلا الحسن ما هو أصلا القبيح ليس أنت من تقول ولكن الذي يقول هو الشرع الشرع في مواطن يحرم القتل فيكون القتل قبيحا لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرع حرم القتل في هذه الحالة قتل النفس بغير حق طيب قتل النفس إذا توفرت أسباب القتل القاتل مثلا يقتل الثيب الزاني التارك لدينه المفارق الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء يستحقون القتل النفس بالنفس لا يحل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مرء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب يعني المتزوج أو الذي تزوج قبل ذلك ثم زانا هذا يقتل في شرع الله تعالى والنفس بالنفس يعني قاتل النفس تأخذ نفسه والتارك لدينه المفارق الجماعة يعني المرتد طيب قتل هؤلاء هل هو شيء حسن أو قبيح هو في ذاته لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا لكن لأن الشريعة أمرت به فهو حسن إذن فالقتل قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا يكون حسنا حين ينهى حين يأمر الله به كعقوبة لفاعل جريمة ويكون قبيحا إذا كان بغير حق فلاحظ هنا إن اعتقاد المعاني التي يمكن أن تحمل ألفاظ القرآن عليها قد تكون معاني حسنة وليس من شرط أن تكون معاني قبيحا الكثير الآن من الحداثيين والعلمانيين يقولون نريد أن نطور الإسلام حتى حتى يواكب الإسلام العصر هذا معنى جميل نحن جميعا نريد أن يواكب الإسلام العصر لكن ليس معنى تطوير الإسلام إنك تهدم نصف القرآن ونصف السنة لكي يكون القرآن موافقا لآراء وأهواء البشر فإذا لاحظوا هذا قد تكون هذه المعاني صادرة خذ بالك قد تكون صادرة من علماء يعني بعض العلماء استحسن معنى ثم حمل بعض أرفاز القرآن عليه من هنا لابد من مسألة النقد نقد العلماء بعضهم لبعض مهمة زي ما فيه كما أن عندنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر للعوام كذلك لابد من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر للعلماء إذا خالفوا قانون الشرع أو قانون اللغة من هنا لابد من مراعاة مسألة نقد العلماء بعضهم لبعض مع مراعاة الأدب الواجب في أمثال هذه الأمور إذن يقول قوم اعتقدوا معاني سواء كانت هذه المعاني حسنة أو قبيحة ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها يعني توجيه ألفاظ القرآن لتوافق معانيهم أو أهوائهم أو مصالحهم أو أغراضهم فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان يعني أنت مشكوم بلغة القرآن لا تستطيع أنك تخرج أبدا عن لغة القرآن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه اللغة العربية ألفاظ وهذه الألفاظ لها معاني عند العربي السليم عند العربي سليم السليقة صحيح الفطرة وأنت واجبك أن تفهم القرآن كما كان يفهمه هذا العربي الذي نزل له القرآن فلا تأتي بدلالات لا يعرفها هذا العربي طيب هؤلاء الذين اعتقدوا معاني وراعوا مجرد المعنى دون نظر إلى لفظ القرآن وما يستحقه في لغة العرب هؤلاء صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به يعني المعنى هذه الكلمة مثلا كلمة سيارة وجاءت سيارة لا معنى محدد في لسان العرب وهي القافلة يأتي صاحبنا لأنه اعتقد أن القرآن لا بد أن يتحدث عن كل المخترعات والمكتشفات العلمية الحديثة فيقول سيارة هنا نحملها على المكينة المشينة أو الكار التي تسير في الشارع هذه فيه فيقول القرآن ما شاء الله تحدث عن السيارة قبل اختراع السيارة نقول له أنت سلكت لفظ القرآن ما دل عليه إن العربي الذي نزل له القرآن العربي الذي نزل له القرآن لم يفهم هذا المعنى من هذا اللفظ يعني أبو بكر لما سمع كلمة سيارة هل فهم منها هذه المكينة التي تسير في الشارع أبدا أبدا فإنت لا تأتي الآن بفهم يخالف فهم العربي إذا طرق سمعه القرآن إذن هؤلاء قلنا صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه يعني يفرغ اللفظ من محتواه كما رأينا الآن هناك رجل الحمد الله يعني توفى قريبا وأراح الله منها اسمه محمد شحرور هذا الرجل كل شغله هو تفريغ الفاظ القرآن من محتواها لدرجة أن هذا الرجل قال الإسلام لا فيه حجاب والزنا حلال وشرب الخمر حلال يعني ما ترك شيئا في دين الله إلا هدمه لماذا أقول لك لأن هذه الكلمة ليس كما فهمتموها كلمة الزنا ليس كما فهمتموها وليس كما علمكم الفقهاء بل لها معنى آخر كلمة كلمة الخمر ليس كما فهمتموها وليس كما خدعكم العلماء وهكذا وهكذا يتلاعب بألفاظ القرآن ويسلب ألفاظ القرآن معانيها التي تدل عليها وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه هو لم يسلب هو أبقى على المعنى ثم ثم حمله على معنى آخر لكن اللفظ لا يدل عليه وستأتي الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى ماشي الثانية الجهة الثانية من الفقهاء قوم فالسلق القرآن بمجرد ما يظهر من لفظه لاحظ إن الأقسام اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها ماذا يفعلون يراعون المعاني وإحنا قلنا لابد من ميزان دقيق لمراعاة ماذا لمراعاة المعاني والألفاظ مراعاة المعاني والألفاظ إذا كان الأولون يراعون المعنى ويهملون اللفظ فهؤلاء يتمسكون باللفظ ويهدمون المعنى بقوم فسروا القرآن بمجرد ما يظهر من لفظه نعم تفضل من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام فنظر الأولين إلى المعنى أسبقه ونظر الآخرين آخرين إلى اللفظ أسبقه آه يبقى هو راعى اللفظ الخطأ الذي وقع فيه هنا ما هو الخطأ الذي وقع فيه الخطأ الذي وقع فيه هو أنه لم يراعي السياق هذا اللفظ لا بد أن تراعي سياقه الجملة التي ورد فيها هذا اللفظ ثم هناك سياق يتعلق بالجملة وهناك سياق يتعلق بالمخاطب وهناك سياق يتعلق بالمخاطب فأنا مثلا عندما أقول لابني الصغير اسقني ماء فهذا أمر هذا أمر عندما أقول لصديقي ومن في رتبتي اسقني ماء فهذا التماس عندما أقول لمن فوقي لمن فوقي اسقني ماء فهذا رجاء اللفظ واحد لكن لما رعيت السياق تغير المعنى واضح يا ما شايف واضح يا ما شايف نعم طيب تفضل يبقى إذن الدخيل يرجع إلى هذين القسمين إما مراعاة الألفاز وترك المعاني وعدم ملاحظة السياق أو مراعاة المعاني وترك الألفاز ماشي تفضل وقد فصل لعلامة الذهب في التفسير والمفسرون فقال ثم إن الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور الجهة الأولى ما هي الجهة الأولى يا شيخ مراعاة المعنى فقط وحلو القرآن عليها إذن مراعاة المعنى سيدنا الشيخ هنا العلمة الذهب رحمه الله ماذا سيفعل سيفصل في هذه المسألة ويقول ويقول إن هذه الجهة تقع على أربع صور ماشي الصورة الأولى أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه وهو مع ذلك لا ينفي المعنى الظاهر المراد هذا القسم أخطر قسم لماذا؟ لأن المعنى صواب معنى جميل المساواة العدالة المحبة السلام هذه المعاني الجميلة التي نسمعها هذه الأيام حقوق الإنسان واضح يا ما شيخ؟ واضح؟ المعاني جميلة لا خلاف عليها لا خلاف طيب ثم حين تسأله وتقول هل معنى ذلك أن الآية لا تحمل إلا على هذا المعنى الذي اجتهدت فيه؟ يقول لك لا القرآن حمال ذو وجوه يحمل على هذا المعنى ويحمل على غيره لكن مع ذلك فقوله خطأ دخيل لماذا؟ لأن اللفظ العربي لا يدل على كلامه يعني كلامك عن المساواة مثلاً أو عن حقوق الإنسان جميل لكن ما علاقة هذا بالآية؟ ما علاقة هذا بالآية؟ كلامك عن مخالفة النفس ومخالفة الهوى جميل دلت عليه آيات كثيرة من القرآن وآيات وحديث كثيرة في السنة تربية النفس أمر جميل لكن ما علاقة هذا بالآية؟ فهمتم يا ما شيخ؟ نعم فالكلام قد يكون جميلاً لكن ليس كل كلام جميل نأتي له بأي آية في القرآن لابد أن تكون هناك مناسبة واضح؟ طيب تفضل وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول الدليل ما هو الدليل؟ الدليل آية والمدلول معنى المعنى يبقى المعنى جميل لا خلاف في المعنى لا خلاف في المعنى تربية النفس المساواة العدالة الحق الخير الجمال قل ما تشاء المدلول لا مشكلة فيه نحن متفقون على هذه المعاني لكن الآية التي استدللت بها على هذا المعنى ليست في محلها يا أخي كما إذا قلت لك مثلاً عليك أن تحترم أبويك الله تعالى يقول مثلاً وأقيم الصلاة ما علاقة هذا؟ طبعاً هذا المعنى أو هذا المثال مثال واضح جداً يدركه كل من يسمع هذا الكلام هناك أمور أخرى لا يدركها إلى العلماء فيأتي العلم ويقول لك يا أخي الموضوع الذي تتحدث فيه ليس له علاقة بالآية موضوعك جميل أطع والديك هذا جميل لكن ما علاقة أقيم الصلاة بطاعة الوالدين وأقيم الصلاة أمر بإقامة الصلاة فأنت تتحدث في وادي والآية في واد آخر واضح؟ نعم أستاذ الفريق فضل وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعاني صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى وذلك مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير هنا لابد من وقفه هل معنى هذا الكلام أننا نرفض التفسير الإشاري هناك نوع من التفسير اسم التفسير الإشاري ما هو التفسير الإشاري هو أن تكون في الآية اهدلاله على أمر دل عليه الشرع ودلت عليه مقاصد الشريعة ثم يروح لبعض العلماء أن الآية تشير إلى هذا الأمر فالمعنى ذلك رفضنا للتفسير الإشاري الذي نجد مثله عند مثلا الآلوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني وغيره من السادة الصوفية رضي الله عنه لك يكون دخيلا أنا أقول يكون دخيلا إن حمل كلامهم على التفسير الظاهر أما إن حمل على الإشارة فإنه يكون مقبولا لكن من باب الإشارة واضح ما شيخ يعني كلام أبو عبد الرحمن السلمي الذي سنقرأه الآن يكون دخيلا إن قلنا هذا هو معنى الآية هذا هو ظاهر الآية أما إن أخذناه من باب الإشارة فيرجع بعد ذلك إلى حكم التفسير الإشاري والخلاف في التفسير الإشاري وضوابط التفسير الإشاري واضح يا مشايخ؟ نعم تفضل مولا فمثلا عندما عرض لقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم نجده يقول ما نصه تقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم أي أخرجوا حب الدنيا أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم إلى آخره إذن أبو عبد الرحمن السلم هنا أبو عبد الرحمن السلم رجل من التابعين الصالحين طيب وَرَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَقْتُلُوا أنفسكم الآية تتحدث عن بني إسرائيل هواها الذين لو قيل لهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوا لماذا لأنهم يخالفون أوامر الأنبياء ولا يخضعون لأنبيائهم طيب أبو عبد الرحمن السلم هنا لاحظ معنا آخر وهو يقول إن اقتلوا أنفسكم قتل النفس ليس على حقيقته طبعاً عندما يقول الله عن بني إسرائيل لو أن وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يعني حقيقة حقيقة وقد حدث لما عبدوا العجل كانت كفارتهم ماذا كانت كفارتهم القتل أن يقتل بعضهم بعضاً هذه كفارة فعلهم هذه كفارة فعلهم أن يقتل بعضهم بعضاً ثم عفى الله عنهم طيب فإذا قتل حقيقي فلو ربنا لو أنت بتزعم حب الله يا من تقول أنا أريد أن أرى الله جهرة لشديد محبتك وتعلقك بالله لو قال لك الله اقتل نفسك يعني يلا الآن اقتل نفسك خلاص اذبح نفسك أو اخرجوا من دياركم اتركوا هذه الديارة التي تعيشون فيها واخرجوا من كل شيء لربكم سبحانه وتعالى اخرج من ديارك حقيقة اترك دارك واذهب إلى المكان الذي أمرك به الله لو كتبوا ما فعلوه إلا قليل منهم أبو عبد الرحمن السلمي هنا يقول إن أقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم يعني أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ولو تأملت لو تأملت في كلام أبو عبد الرحمن السلمي ستجد أنه صواب لأن مخالفة الهواء أمر صواب حب الدنيا أيضا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات القرآنية في التحذير منه فالمعنى الذي أراده صواب طيب لو سألنا أبو عبد الرحمن السلمي هل تنفي المعنى الظاهر الذي فيه قتل النفس حقيقة أو الخروج من الديار حقيقة سيقول لا لا أنفي المعنى الظاهر لا أنفي المعنى الظاهر طيب هل معنى ذلك أن كلامه كلامه له وجه من الصحة نعم له وجه من الصحة لكن من باب التفسير الإشاري وليس من باب التفسير الظاهري واضح يا ما شايف؟ نعم تفضل الصورة الثانية أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ما يريده هو وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول أيضا وهذه الصورة تنتبق على تفاسير بعض المتصوفة الذين يفسرون القرآن بمعاني إشارية صحيحة في حد ذاتها ومع ذلك فإنهم يقولون إن المعاني الظاهرة غير مرادة ومن ذلك ما فسر به سهل التستري طيب قبل أن نشوف ماذا فعل سهل التستري لابد أن نقف هنا وقفة لنوضح بعض الأمور طيب يقول الشيخ أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا صوابا المعنى صواب لا خلاف في المعنى لكنه مراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه هذا هو الخطأ هذا هو الخطأ إنه يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه يعني إذا سألته وقلت له هل ما دل عليه الظاهر خطأ يقول لك نعم المعنى الصواب هو المعنى الإشاري الذي قلت به طيب الشيخ هنا يقول هذا ينطبق على بعض تفاسير الصوفي منها ما قاله التستري رحمه الله ماذا قال أو التستري رحمه الله ماذا قال في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما حيث يقول ما نصه لم يريد الله معنى الأكل في الحقيقة هذه المشكلة هذه المشكلة إن نفاء المعنى الظاهر يعني سهل التستري لو لم ينفي المعنى الظاهر لكان كلامه من باب الإشارة ولا إشكال فيه عندئذ واضح ما شيخ لكن هو قال لم يريد الله معنى الأكل في الحقيقة إلا إذا أولنا كلامه بضرب من التأويل وقلنا إنه لم يريد بقوله لم يريد الله معنى الأكل في الحقيقة يعني لم يريد الأكل فقط لم يريد ترك الأكل فقط يعني الله عز وجل عندما يأمر آدم بعدم الأكل من الشجرة لماذا؟ لأن الله يريد أن يربيه طيب يريد أن يتعلق قلب آدم وحواء بالرب الرزاق وليس بالشجرة وليس بالطعام وليس بالجنة فإذا الأكل أكل النهي عن الأكل من الشجرة لقصد وهو تربية آدم ألا يسكن قلبه لغير الله طيب الشيخ الذهبي رحمه الله لما قرأ هذه العبارة فهم منها أن سهل التستوري ينفي معنى الأكل وأنا عندما أقرأ هذه العبارة لسهل التستوري كيف أفهمها؟ أنا أفهمها أن أن كلام سهل التستوري معناه أن الأكل أو أن النهي عن الأكل ليس مرادا لذاته نهي عن الأكل ليس مرادا لذاته بل بل مرادا لغيره مرادا لغيره لذلك يمكن أن نقول ويمكن أن يفهم كلام سهل على محمل حسن وهو أن النهي من الأكل لا يراد لذاته بل يراد لغيره وأن وأن عبارته وأن عبارته ما هي عبارته يشيخ؟ يعني لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة يراد بها يراد بها لم يرد لم يرد أن نهي عن الأكل دون أن يكون لمعنى وقصد أعظم هذا هو الذي يمكن أن نفهمه وأن يحمل عليه كلام سهل رحمه الله واضح يا مشايخ؟ لا نفي لا نفي الأكل من الشجرة بل نفي الأكل مع مراعاة القصد الذي لأجله جاء النهي تمام يا شيخ؟ تمام طيب إذن كلام الشيخ الذهبي يكون صحيحا إن حملنا كلام سهل على ماذا؟ على نفي المعنى الظاهر ويمكن نحن كما قلنا الآن أن نجد لسهل رحمه الله رضي عنه مخرجا بهذا المعنى أنا الحقيقة عندما قرأت هذا أنا لم أفهم هذا المعنى لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة يعني لم يرد معنى الأكل دون أن يكون وراءه معنا أعظم فالنهي عن الأكل ليس مرادا لذاته نعم بل يرد به بل يرد به تربية آدم فالمراد تربية آدم على على أن لا يكون أن لا يكون في قلبه سوى الله طيب الانقيات 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 يعني بالضبط أنا مثلا أريد أن أربي ابنتي في البيت على أن تكون امرأة امرأة صالحة بحيث إذا تزوجت بعد ذلك تكون امرأة صالحة تطيع زوجها طيب ماذا سأفعل سأقول يا بنيتي نريدك اليوم أن تنظفي هذه الشقة أنا لا أريد نظافة الشقة الشقة نظيفة لكن أنا أريد شيئا آخر أريد ماذا أريد تربيتها على أن تكون مهتمة ببيتها امرأة نظيفة امرأة جميلة في بيتها ماضح نعم نعم تفضل الصورة الثالثة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ خطأ فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه وهو مع ذلك لا ينفي الظاهر المراد وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معا الخطأ واقع في الدليل ما هو الدليل الآية المدلول المعنى المعنى في ذاته خطأ زي بالضبط شخص يريد أن يقول الإسلام يدل على العنصرية مثلا أو الطبقية مثلا وأن وأن الأغنياء وأن الأغنياء أفضل من الفقراء هذا معنى خطأ لأن الأفضلية بالتقوى ثم يستدل بقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض فالمعنى خطأ وهو الاستدلال العنصرية والآية التي استدل بها خطأ لا تدل على مراده فالخطأ واقع فيه في الدليل والمدلول يعني في المعنى والآية واضح يا ما شيخ وهو مع ذلك لا ينفي الظاهر المراد طيب تفضل وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة وذلك كالتفسير المبني على القول بوحدة الوجود كما جاء في التفسير المنصوب لابن العربي عندما عرض لقول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل حيث قال في تفسيرها واذكر اسم ربك الذي هو أنت أي اعرف نفسك ولا تنسها فينسك الله طيب ها هنا مجموعة من الأمور طبعا الوحدة الوجود لا شك أنها كفر بمعنى أنك تقول الله هو كل هذا العالم ما هو الله هو هذا العالم فالشمس جزء من الله أنا جزء من الله هذا المعنى لا شك أنه كفر والذي أعتقده أنه لا يوجد أحد في أئمة الإسلام كابن الشيخ ابن العربي يقول بهذا وكلمة وكلمة وحدة الوجود أصلا لم ترد فيه كلام الشيخ ابن العربي يعني لم يقل أصلا بهذا بل ورد عنه عكس ذلك وورد عنه تكفير من يقول بوحدة الوجود لكن بعض الناس لما لم يفهم كلامه في المعارف نسابه إلى القول بوحدة الوجود واضح يا ما شيخ لذلك إحنا عندنا هنا هامش اقرأ الهامش يا شيخ وهو الشيخ الأكبر محيد دين محمد بن علي بن العربي الطائع الأندلسي نعم نعم دفين دفين دمش ولد سنة خمسمائة وستين ومات سنة ستمائة وثمانة وثلاثين ترجمه جماعة من الحفاظ في معاجمهم كابن مسد والمنذري وابن خاتمة في كتابه مرآة المريا مريا أو مرآة المريا وال غبري المريا هذه اسم قرية أو اسم بلدة في الأندلس نعم في عنوار ووصفه بشيخ الفقيه الجليل الحافظ المتصوث المحقق والحافظ بن النجار في معجمه وممن مدحه وأثنى عليه الإمام النووي ومجد الدين الفير زبادي مؤلف القاموس وغيرهم من أعلام الأئمة أو أمة من أعلام الأئمة وسئل عنه شيخ الجماعة بالمغرب الحافظ أبو عبد الله القوري فقال وأعلم بكل فن من أهل كل فن وقال شيخ الأكبر في القرآن له إجازات في الحديث له إجازات وأقرأ الحديث وفي الفقه وصل لرتبة المجتهد في الفقه في المعارف والتصوف طبعا معروف موقع فيها وما من صوفي جاء بعده إلا وهو يعظمه إلا بعض من لم يفهم كلامه أو بعض العلماء الذين يعني لم يدركوا مرامي كلامه فالرجل مشهود له مشهود له بأنه من العلماء الكبار المحققين وفي سائر الفنون يعني ليس في فن ولا اثنين ولا ثلاث يعني هو وصل لرتبة الاجتهاد في سائر الفنون طيب وبالمناسبة يعني هو اسمه ابن العربي بعض الناس يقولون ابن عربي تمييزا له عن ابن العربي المالك هو أيضا يقول له ابن العربي وهذا صحيح وبعض الناس يقول ابن عربي ابن عربي هذا يعني من باب الحط عليه كأنه غير معروف لكن إذا قلت ابن العربي هذا أيضا صحيح لا مشكلة فيه نعم وقال الشيخ زروق الشيخ أحمد زروق طبعا معروف أيضا من مشايخ التصوف طيب في أحد شروحه على الحكم قلت لشيخنا أبي العباس الحضرم أنهم ينكرون على ابن العربي الحاتم فقال والله إنه يستحق الإنكار لكن ممن أعلى منه لا ممن هو في السنادس آه يعني ممن ينكر يعني هل ابن عربي معصوم هل ابن العربي معصوم لا مش معصوم لكن ممن الذي ينكر عليه ممن الذي ينكر على ابن العربي من هو في مقامه طيب هاد لي شخص يبقى في مقام في الفنون التي تحدث فيها طيب المهم وبعدين ثم قال وفي الأجوبة المكية الاجوبة المكية للحافظ أبي زرعة العراقي كلام فيه طويل محصله ومداره على أنه يتكلم في الكلام بما يعطيه ظاهره أو تاب من ذلك قبل موته وأنت تعلم أن هذا بعد ثبوت المقالة عنه ثبوتا لا مرد له وأين ذلك عنه الآن طيب يعني هو يريد أن يقول هنا هو يريد أن يقول أنه كلام الشيخ ابن العربي رحمه الله بما يعطيه الظاهر فيه إشكال وهذا ما عليه العلماء الحقيقة أنهم قالوا ابن العربي نعتقد ولايته ونحرم النظر في كتبه وهذا ما قاله الإمام السيوطي رحمه قال القول في ابن العربي أنه نعتقد أنه ولي كبير لكن مع ذلك نحرم النظر في كتبه يعني كتبه يحرم قراءتها لأن كتبه فيها إشكالات تحتاج إلى ناس عندهم فهوم عارية عندهم تجارب روحية وذوقية وهذا ربما لا يتوفر لكل أحد طيب قلت طيب الآن هو اكتحدثنا الآن عن الشيخ الأكبر وما كانته بالنسبة للتفسير المنسوب إلي بالنسبة للتفسير المنسوب إلي هو في الحقيقة ليس تفسير الشيخ الأكبر ليس له لم يكتبه تفضل أما كلام أما كلام العلامة الزهبي عن ابن عربي فغير مسلم وقد كرره في مواطن من مؤلفاته لأن القول بوحدة الوجود بالمعنى الفلسفي نفاه الشيخ الأكبر عن نفسه في مواضع كثيرة من الفتوحات المكية ونفاه عنه كبار القوم العارفين باستلاحات الصوفية كالإمام السيطي رحمه الله في كتابه تنبيه الغبي والإمام شعراني في الكبريت الأحمر وغيره وأما وصفه للتفسير بأنه منسوب إليه فقد ارتضى هذا القول فقد ارتضى هذا القول نقلا عن الشيخ محمد عبده الذي قال إن التفسير لعبد الرازق القاشاني الباطني ونسبه إلى الشيخ الأكبر للترويج له نعم إذن هو أخذ هذا الكلام عن الشيخ محمد عبده الشيخ الذهبي أخذ هذا الكلام عن من؟ عن الشيخ محمد عبده والشيخ محمد عبده قال إن هذا التفسير ليس لابن العربي وإنما هو لعبد الرازق القاشاني وعبد الرازق القاشاني رجل من الباطنية وكان من عادات أهل الأهواء والبدع أن يضعوا أسماء العلماء الكبار الذين لهم قبول في الأمة على كتبهم حتى تروج هذه الكتب عند الناس واضح؟ واضح؟ نعم كأبي حنيفة نسب إليه مسألة الرجاء وهكذا يعني عادة والمعتزلة المعتزلة كانوا يكتبون يؤلفون الرسائل بوضعون عليها اسم الإمام أبو حنيفة الصورة الرابعة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأا فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ذلك الخطأ دون ظاهر المراد وعلى هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا نعم كالسابق الخطأ في الدليل والمدلول كالسابق تماما لكن الفرق هنا أنه في الصورة السابقة لا ينفي المعنى الظاهر هنا ينفي المعنى الظاهر واضح يا ما شيخ؟ نعم ماشي تفضل وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البداعي والمذاهب الباطلة فترة يلون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس في اللفظ أي دلالة عليه كتفسير بعض غلات الشيعة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر وطارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول وذلك إذا حسوا أن اللفظ القرآني صادم مذهبهم الباطلة كما فعل بعض المعتزلة ففسر لفظ إلى في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنعمة زهابا منه إلى أن إلى واحد الآلاء وبمعنى النعم فيكون المعنى ناظرة نعمة ربها ناظرة نعمة ربها يعني الوجوه لا تنظر إلى الله المعتزلة كما تعرفون ينفون الرؤية في الآخرة فلكن أمامهم هذه الآية الصريحة في إثبات الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ماذا يفعلون؟ يحتالون لصرف اللفظ عن ظاهره فيقول إن إلى هنا ليست حرف جر ولكن إلى هنا واحد الآلاء وهناك تقديم وتأخير فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة إلى وجوه يومئذ ناظرة ناظرة نعمة ربها يعني تنظر نعمة ربها على التقديم والتأخير وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة نعم إذن المعنى باطل وهو نفي الرؤية والآية التي استدل بها لا تدل فالخطأ في الدليل والمدلول ثم هو ينفي المعنى الظاهر فإذا قلت له ما رأيك يا أيها المعتزلي أن تحمل الآية على المعنى الذي يفهمه أهل السنة يقول لك لا ليس هذا هو المراد فهو ينفي أيضا المعنى المعنى الظاهر إذن هذه صور أربعة هذه صور أربعة للخطأ المتعلق بمراعاة المعنى مع الميل عن دلالة الألفاظ سنقف هنا اليوم ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله الحديث عن الجهة الثانية الجهة الثانية وهي الخطأ الذي يرجع إلى مراعاة اللفظ وترك المعنى أي سؤال؟ أستاذ ممكن يعني وحدة الوجود ووحدة الشهود بعضهم يقولون هذه العبارات مترادفة وبعضهم يقول وحدة الوجود هو بمعنى السليم يعني خلقه وقدرته ومراعته للعالم لجميع الأمور ووحدة الشهود أن ترى في كل ما يواجه لك في حياتك أن ترى لا ترى عينه بل ترى وراءه الزاة الإلهي هذا صواب؟ نعم وحدة الشهود ووحدة الوجود لفظان يستخدمهما السادة الصوفية رضي الله عنهم واللفظ الذي يعني عليه الإشكال هو وحدة الوجود وحدة الشهود لا إشكال فيه وهو أن ترى الله في كل شيء بمعنى أن ترى خلف كل شيء صفة من صفات الله أن ترى خلف كل شيء تدبير الله سبحانه وتعالى فلا تقف عند المظاهر وتنسى الظاهر سبحانه وتعالى هذا وحدة الشهود طيب وحدة الوجود القائلون بوحدة الوجود يقولون الوجود واحد الوجود واحد يعني الله سبحانه وتعالى فقط هو الموصوف بالوجود طيب ماذا تقولون في وجود الشمس والقمر والإنسان والشجر والحجر يقولون هذا وجود غير حقيقي وجود مجازي فليس ثمة إلا الله سبحانه وتعالى عندما نسألهم ماذا تريدون بقولكم ليس ثمة إلا الله هل تريدون أن الإنسان جزء من الله أو أن الإنسان ليس له وجود يقول لك لا الإنسان موجود الإنسان كائن مكلف يتحرك ويمشي ويسير لكنه لا يوصف بالوجود لا يوصف بالوجود فكلمة الوجود عندهم لا تطلق حقيقة إلا على الله سبحانه وتعالى وما عدى الله خيال وما عدى الله مستمد أو يستمد وجوده من الله عز وجل هذا كل ما في الأمر كل ما في الأمر أن كلمة الوجود اختارها هؤلاء ووجدوا أنها أقرب الألفاظ التي تعبر عن أزواقهم وهذه الكلمة كما قلت لك يراد بها يراد بها أن من سوى الله سبحانه وتعالى يستمد كونه ووجوده من الله وبالتالي لا يوصف بالوجود بل المستحق للوجود هو الله الإنسان عدم عندهم ووصف الإنسان بالعدمية لم يرتفع عنه لأن وجود الإنسان وجود بغيره وليس بنفسه فهم يقولون الإنسان كان عدما كان عدما ثم استمد وجوده من الله فما زالت العدمية ملازمة له لأن الله لو رفع قيوميته عن العبد لرجع إلى العدم فإذن الإنسان وجوده ليس وجود حقيقي يعني بالضبط كالإنسان الذي هو ميت الأطباء يقولون هو ميت طيب لكن هو جسده يعمل بالأجهزة لو نزعت الأجهزة خلاص يموت فهم يقولون الإنسان يستمد وجوده من الله فليس له وجود حقيقي الوجود لفظ يكون لله فقط هكذا يقولون فمعنى وحدة الوجود بهذا المعنى ليس فيهم إشكالية وعلماء التوحيد وعلماء أهل السنة يقولون بأنه لا إشكال في هذا المعنى كتب التوحيد عندما تقرأ فيها تجد الكثير من علماء الإسلام يقولون هذا معنى سني صحيح لا إشكال فيه المشكلة في العبارة فقط يعني سيكون الاختلاف فقط في التعبير عن هذا المعنى هم اختاروا لفظ الوجود للتعبير عن هذا المعنى لأنه ضاقت بهم العبارة لم يجدوا لفظا آخر يعبر عن هذا المعنى الذي يجدونه في قلوبهم وهو إن الإنسان ليس له وجود إلا بالله الإنسان يقوم بالله بخلاف الرب الجليل سبحانه وتعالى الله قائم بنفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره فإنت قيامك ليس بنفسك فهم لما لاحظوا هذا المعنى عبروا عنه بهذه اللفظة التي لم يجدوا غيرها وهي لفظة وحدة الوجود والنبولسي رحمه الله له لسانة رطيفة اسمها إضاحة المقصود من وحدة الوجود إضاحة المقصود من وحدة الوجود يمكنكم للطبع عليها تجدون هذا الكلام فيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا وعليكم السلام شكرا جزيلا